اهلا بكم الى موجز اخبار الان فدى مراسلنا بان هيئة تحرير الشام اطلقت الرصاصة في الهواء لتفريق المتظاهرين في بلدة كفر بطنة بالغوطة الشرقية بريف دمشق يأتي ذلك بحسب مراسلنا بعد خروج اهالي كفر بطنة بمظاهرة ضد تنظيم هيئة تحرير الشام النصر سابقا مرددين شعار سوريا حرة والقاعدة تطلع برا قتل ثمانية مقاتلين من داعش في ناحية الشورى جنوب مدينة الموصل العراقية بحسب ما افاد مدير المنطقة خالد الجبوري الذي اوضح ان سبعة منهم قتلتهم القوات الخاصة الامريكية واشر الجبوري الى ان مجموعة من فرقة المظلات التابعة للقوات الخاصة الامريكية قمت بمهمة خاصة ليلة الماضية في قرية ابو فشكة حيث اندلعت مواجهات مع مقاتلي داعش قرب منطقة وادي الجصب اعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية عن تعرض ميناء مدينة المخالي للسهداف بقارب مفخخ من قبل الحوثيين وقالت قيادة التحالف في بيان لها ان القارب صدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن ما اوقع انفجارا لم يحدث خسائر في الارواح ولا اضرارا تذكر واضف التحالف ان الميليشيات الحوثية وقوات صالح تواصل خرقها لكل الاعراف والقرارات الدولية وتمارس استهداف امن الموانئ اليمنية وتهديد الملاحة الدولية والامن الاقليمي والعالمي ازدادت اعداد الوفايات بسبب وباء الكوليرا المتفشي في اليمن الى الف وتسعمائة وتسعين حالة بحسب ما اعلنته منظمة الصحة العالمية وقالت المنظمة في تقرير لها انها احصت اكثر من اربعمائة الف حالة يشتبه باصابتها بوباء الكوليرا في اليمن منذ اواخر نيسان ابريل الماضي اختار الرئيس الوزراء الفاكستاني المقال نواز شريف شقيقه شهباز ليكون خلفه السياسي ووزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيسا للوزراء بالوكالة جاء ذلك في جرسة استثنائية عقدها الحزب الحاكم وترأسها رئيس الوزراء السابق نواز شريف لاختيار خلف له بعد ان قدم استقالته امس من منصبه الحكومي وصل فريق جديد الى محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة وهو ما يجعل لادارة الطيران والفضاء الامريكية ناسا اربعة رواد فضاء للمرة الاولى لتعزيز المشروعات البحثية الامريكية على متن المختبر في مداره وسوف ينضم هؤلاء الرجال الى رائدي فضاء من ناسا ورائد فضاء روسي موجودين على متن المحطة وهي مشروع يضم خمسة عشرة دولة قدم مركز تجاري في شانجهاي حجيرات مزودة بالعاب الفيديو لتوفير ملاذ للازواج والاصدقاء الضجرين من التسوق حتى تنتهي الزوجات من الشراء الفكرة التي لقت رواجا كبيرا بين الازواج اذ استخدم هذه الحجرات اكثر من الف رجل الى اللقاء